استكمالاً لخطوات التقديم بعد ما كملنا البيانات الشخصية تاني خطوة هي الدفع بعد ما بعثنا طلب الكبول، الأكاديمية بتبعت لنا إيميل إنه تم استلام نموذج التقديم بتاعنا وبعد المراجعة ده رقم التقديم وده رقم التسجيل اللي حيكون معانا طول سنين الكلية تاني إيميل فيه رقم حفظة التقديم وتالت إيميل فيه رقم حفظة المقدم بندخل على الموقع www.ast.edu بنختار Online Admission Log In وهندخل الإيميل والباسورد اللي سجلنا بهم وهنا عشان نسدد الحوافز عندنا طريقتين أول واحدة هي نتبع الحوافز من هنا ونتجه على أي فرع Q&B قريب مننا ونسدد الحوافزة تاني طريقة ندفع Online أولاً هنختار Payments أو المدفوعات بعدين هندوس على إدفع الآن نفتح الإيميل بتاعنا وهنختار الإيميل اللي جالنا من الأكاديمية هنلاقي رقم التسجيل ورقم حفزة التقديم هنعمل Copy وننقلهم هنا هندوس عرض تفاصيل الحفزة ندوس Check Out هيطلع لنا 3 طرق للدفع هنختار المناسب هنا Pay Now وهنا هنحط كل تفاصيل الفيزة وبعدين ندوس على Pay Now وبكده نكون سددنا أول حفزة وهي حفزة التقديم هنرجع نعمل نفس الخطوات تاني بس برقم حفزة المؤدم كده نكون خلصنا تاني خطوة من التقديم ولو فيه أي استفسار بخصوص التقديم تواصلوا معانا على الواتساب 0135027224